السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعيننا يا ربي دايما تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنشوف أول ظهور لأحفاد الرئيس الراحل حسني مبارك وكمان هنشوف أول ظهور لأصغر أحفاده وهو محمد جمال مبارك وصمية محمد على اسم محمد علاء مبارك رحمه الله وهنشوف علاقة الرئيس الأصبق حسني مبارك بأحفاده ولقطات خاصة بهم من داخل منزله قبل رحيله كل ده وأكتر هنشوفه في الفيديو ده بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا مرت سنة على فراقك يا جدي الله يغفر لك ويرحمك بهذه العبارة أحيى عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأصبق محمد حسني مبارك ذكر جده المتوفي في 25 فبراير 2020 عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام ومعه صورة تجمعه بشقيقه وجده في مهبط طائرات مرات عدة تحدث فيها حفيد مبارك عن جده لكن الأقصر تأثيرا كان منشورا فيه نعي ورساء لجده حيث نشر عمر علاء مبارك في 7 فبراير 2020 مصر كلها تمطر يوم وفاتك كأن سماؤها بتعيت عليك والجامعات والمدارس كلها أجازة كأنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كأن ربنا بيفيد من فضله وكرمه عليك ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعتفوا عليك تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدي عليك وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تأمروا عليك وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويرسوا ويدعوا لك بالخير ويترحموا عليك ويتعمل لك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك علاقة مبارك بأحفاده كانت وطيدة جدا حتى إن الدكتور مصطفى الفئي رئيس مكتبة الأسكندرية والسكرتير السابق للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للمعلومات والمتابع قال في لقاء تلفزيوني إن أصعب اللحظات في حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت يوم وفاة حفيده وليس يوم تخليه عن السلطة يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك له أربع أحفاد هم عمر ومحمد ودول أبناء علاء مبارك وتوفي محمد حفيده الأكبر في عام 2009 عن عمر ناهز 12 سنة عقب أزمة صحية حدة ولديه حفيدين من ابن جمال وهما فريدة من موليد 2010 ومحمد من موليد 2015 في لندن رحم الله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأدخله فسيحة جناتي بكده يكون فيديو النهاردة خلص ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعنا يارب دايما تكونوا بخير